و انا اللي قدرت فول كونت باش نضحك مع راجلة ونبدل الجو لا قيل كنهبش حتى اجب التحنش انا تجوش هذه ست سنين مع تناش ربي وليدات فيما يقولون على شيء طباب كان يمشيوا عنده فيما يقولون على شيء طباب كان يمشيوا عنده الفقهة ومشي نشفناهم الراقية ودرناها وواله بحالة تقولوا الناس ديانا ما مواتيش بشي تدير لولاد عايشة مزيان معه من جيه الماديات ولكن ما نكتبش عليكم نهار على نهار او المالي لبناتنا اللي كنعيشوه اليوم كنعيشوه غدا ما كان حتى شي تغيير فيما كنحاول ندير شيء حاجه اللي نبدلوا بالجو ما تيبغيش ليه اجي نصافروا الا اجي نخرجوا ونصاهروا كدلي اعضار قلت له ودي معدنى الحمد لمحمد هلش من نعيش نويك الحياة؟ ما كيبغيش نهار على نهار كنحس براسي شرفت كثير من النقياس قل السعيد قلت ايش ندير ماش ندير اجي نشد فيه شوية رجلي ما عندوش محتش يدير سوشيال ميديا والتليفون كيف يفهم فيه او هلو داخل غير مصنطح عكي تفرج فيديو ويتس مشيت فول كونت في فيسبوك ودرش فيه تصويره جديدة واسمي يزوينه وعمرته بالتصاور دخلت عندو صيفت ليه طالب الصداقة وفي نفس الوقت كتبت ليه ميساج وقلت لي السلام عليكم شوف انا من الخرك عجبتيني هو توتو تصويت جاوبني بحالة تقولي كنايكتس ان فيه امتى انكتب ليه قلت ليه وعليكم السلام اختي ولكن انت فيك تعرفيني قلت ليه ودرش نشوفك كل نهار مني تكون غادية للخدمة وقلت شوف اذاك الرجل سبحان الله العظيم طولة وتجريدة وبالصدفة طالعنا ازل فيسبوك ويحساب ديالك نهار على نهار وليت كنبيلي انني من ذلك الناس اللي عندهم روحانيات قلت ليه لماذا يحويش عنده في حياته احاسيس مشاعير كيفش يتعامل قلت ليه لكي عودليه على مرتوب وعلى الضار وعلى كل شيء قلت ليه انه مرتاحش مع مرتوب والخصص انه لديه مش ولاد وانه هي غير لاصقة فيه وهو محاملة مقابلها ونزيدك عندي واحد السر واحد اخر قلت ليه قول ما كان قلت ليه يا راهيلي ما كتولدش وانا كاذب عليها ومخليحة الاطباء يقولوا نصل لها ديالي ما بغيتش نجرحها خفتت مرض نفسيا او لتكتائب انا في ذلك اللحظة ما كراتش كمشي تحليت عني ذاك البيت وقلت ليش هاذ الهاذر عليك اشغول ولكن زيارت راسي وسكتس ومنذ كل نهار اللعبة غاديوكي زيان واللي تبغى نعرف بزيف ديال الحويج عليه اللي ما كنعرفه مش على اساس انا مرته غادي نعرفهم وانا صادقته او لاصاحبته تخيلوا مني كنكون قلسة انوية في الصالون زعمة كاي جوج مزوجين السيد حتى كي نوضي تهزو يقول يا انا بتنقدر مع احد صاحبه را مريض تدخل البالك ويسد عليه كنلقاه مع اي طليا انا دعم او ذاك صاحبه انا اتناتا نمشي البيت ونهضر معه غا تقولوا لي ما كيعرفش صوتك الا ما عرفش صوتي وتانا كانت نحنح عليه في الهاذراء ذاك الشي اللي ما كنعيشوش انوية في الواقع عيشة انوية في التليفون نهار على نهار حتى وصلنا ودرنا علاقة غير شرعية في التليفون كي يقول ينضينا نويك ابل فيديو كي نقول لي الا ما نقدرش انا ما كنت تايقش انا مشيت تتفضحت وعقيتها ساقت لي الخبار والله هي تاي صفعي وهالية كي يقول لي انا مشي برهوش باش ندير بحال عكاك كتلي هي لا بغيتش ندقوهاك احسن انا ما نقدرش نزيد معك كثير منهك بقين على هذا الحلم مددية للشهر انا كمرتو مبقاش يحمل فيها الشعرة ولا عكي نوض معي صدع الاتفه الاسباب على خارج ما يدخوش للدار العلاقة بناتنا الزوجية ما كان وصلهوش ليها وورقة دي غارض في التليفون وانا معها عارفة اشنوكين اميك عليه واحد نار عيط لي ايه على اساس انا نصحبته وقل لي يا شوفي انا ما نقدرش نبقى عيش معك حالك انا كان بغيتو تعلقت بك وبغيت اقرب وقت نزوجه انا وياك تلقى اه زواج لا لا اخويا لا ودره لم يبغوش نزوج على ضره انت ترضاهلية انا ممكن بغيتش تشارك معايا وزيدنا انا ما نقدرش نبني حياتي لماذا عدد من شتت عائلة اخرى هذا اخر مكالمه بيني وبينك حتى تلتك اغوث ويقول لي ما انت هيبيلة وما انت تشعر بها وانت تتفرق معك منك انا نبغيك المهم انا منعدت على ذرة وانت شي اريد انت تكلم وانت لتنزع منطلقها انا لم اطلقت شيئا حدل هذا اللحظة انا عكا نضحك ما عرفش انا ستصل الكامل لقيت ودخل عندي انا كاميرتوكي انا وياك مبقيناش مفاهمين وراني بغين تزوج يا اما غتعطني الموافقة يا اما كل واحد فين نمشي في حاله سينا اختي قلبي لك على راجل اللي علاو عسا تحملي وتانا غمش نقلب لي على مره اللي علاو عسا نولد غجي واحد نانية توترن غدي يفوتنا وغمق ومحنا بدلاري ومحنا متحاجة قلت لي واش منيتك بغيت تزوج وتخليني قلت لي انا ما قلت تحس معك براحة كل ما مني كل ما منه بدك يغوط رضخ علي الباب وخرج سيمانا وهو غابر عليا ومن بعد جلد درج محوي يجل فساك وقال لي انتي مطلقة وزاد وخلاني باش نجاوب و باش ن ما ما عارس باش تبليت ما السوحب بديك الكلمة اللي قال لي حلاش حال وشحال كنسون علي في تليفون ما كيجاوبنيش صيفت لي اوديوتو وقلت لي ايجرة بغيت نهدار معاك والو صيفت لي هو وقلت لي انا قلت لك ما بقيتش كان بغيك وهال بنت لي كان بغيها وبدكي صيفت لي هذو كتصاور اللي انا صيفتهم لي اعرفت القلية غادي تحماض وما غاديش تسالي مزيانة طريت انني اقول لي هراء انا هي ديك البنس هو ما تقش بيه في اللول وقال لي انتي هبيلة وقد ضحكي عليها صيفت لي يقع السكرينات اللي بيني وبينه وحتى التصاور اللي كان هو مصيفتهم ليها رجلي مرض فيها ودخل في حالة عصابية غير طعفي التليفون وفشكا مشي عنده ماتي حلش عليها حتى من عائلتهم يمشي تشكيت ليهم ضاروا فيه انا وقالوا لي انتي اللي بقيتك قد ضاري قد ضاري تهبشي تشبت يحنش اشدقل هات الشي كامل والسيد ماتي عرفش ليه يالله واشربي من البير اللي حفرتي ودبرا ما عرفشش نغطي ندير رجلي ما عطانيش فرصة باش باش نصحح معها الغلاط اللي ترتص انا عارفة الترتابي دي وخصني نفكها بسنية ولكن هو ما عطانيش وقت ما عطانيش كيفش غندير ندوز ليه واحد الناس يقول ليه جاتك من الجنة والناس تنتي سري قلبي لحالك وشوفي العلوي عسر بيرزقك بوليدات العمر كيدوز واحد الناس يقول ليه انا ما ساخيش به وفعلا منه اللي تنويها في تليفون على اساس انا البنت الاخرى والتي كان بغي كتر من الاول غات قلو عليها مسطيها غات قلو عليها بعقلي والكرهة تشيلي وقح ايوا فوقها من وحلتي اعدابة